أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل ما يقوم مني أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاء وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وأنفواته هل هذا من المنهج الصحيح؟ إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب هذا من الدعوة إلى الله أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها أما إذا كان القصد التشحي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم